السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتائج المباريات. نتكلم بشكل بسيط. في ناس مش عاجبها الفيديو وطوله يا جماعة. لذلك انا قررت اعمل حاجة اعملها بعد الفيديو ان شاء الله ما ينزل. انا هعمل الفيديو مصغر جدا لترتيب المجموعات كله. هنزله بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله. تمام كده? علشان ساعدت اللي حبي ان هو يشوف الفيديو الصغير يشوف واللي عايز يشوف الشرح البسيط كده. اللي انا بقوله يشوفه برضه. طيب عشان ما انت اقولش عليك دلوقتي خلاننا تعرف على نتائج مباريات اليوم الاربعة خمس واشر تسعة الفين واحد واشرين. شريف تيراسبول اللي كلنا اقتر يقنا عليه وقلنا ان هو هيب حصلت المجموعة ادري فوزه على شاختار ديو نوتسك الاوكراني. على ملعبه. اه في ملوضوفة اتنين صفر احرز الاهداف. اهدامة راوري في الديئة ستاشر ومومو يا ساني في الديئة اتنين وستين. بشكتاش التوركي خسر على ملعبه في اسطنبول امام بروسيا دورتموند واحد اتنين. اهداف بروسيا دورتموند بصراحة الكوة الكب جود بلنغهام في الديئة عشرين هدف جميل جدا للأسست هو اللي رائع بصراحة. يكفي ان نقولك ان الهدف تكون من الجبهة الشمال اترفع للجبهة اليمين والجبهة اليمين. اللاعب اللي هناك رفع الكورة لللاعب جود بلنغهام وادر يسجل الهدف في الديئة عشرين من هجمة قوية جدا وجميلة جدا. وهتستمر الهجمات من بروسيا دورتموند في الشوت الاول ويقدر ايرلنغ هالند يسجل الهدف السن بروسيا دورتموند في الديئة التالتة من الوقت بدر اضاعف في الشوت الا والكلام ده جي من اسيست برضو من اللاعب انغهام اللي قدر يدخل من الجبهة الشمال ويخترك الدفاع بعد كده عمل اسيست الارلنغ هلاند واحرز الهدف الثاني اللاعب النرويجي هدف مش كتاش جي عن طريق اللاعب فرانشيسكو روبيو من رأسية قوية جدا ركنية او رفعة من الجبهة اليمين جات على دماغ الحارس دماغ اللاعب وقدر يسجلها هدف جميل جدا ركنية هدف جميل جدا بدربة رأس في دي 94 انتر ميلان خسر على ملعبه امام ريال مادريد خسر على ملعبه في السان زيرو بهدف لريال مادريد في دي 89 الهدف جاء عن طريق اللاعب رودريغو في دي 89 ولكن الاحسن من الهدف تحرك كامافينجا كامافينجا تحرك بشكل جميل جدا ادى الكورة لفالفيردي بعد كالفيردي عمل اسيست رائحة هو مش اسيست طبعا للهدف انا قصد يعني مرر كورة جميلة جدا لكامافينجا اللي هو على الطاير يعني مش هدع وقت الراجل على الطاير اداها لرودريغو رودريغو على الطاير سجل الهدف جميل جدا في دي 89 ليه فوز ريال مادريد من بارات الاولى ويخسر انتر ميلان هزين بارات اسبورت انجليش بونا خسر امام ايكس امستردام واحد خمسة فوز كبير جدا لأيكس على ملعب اسبورت انجليش بونا كنت توقعات ان هنشوف دلقتي توقعاتي جانبت ايه اسبورت انجليش بونا احرز ادف باولينيو في دي 33 اما اهدف ايكس الخمسة فجمعا طريق سوبر هاتريك لللاعب اسبستيان هيلير في الديئة التانية والديئة التسعة والديئة واحد وخمسين والديئة تلاتة وستين اما الهدف الثالث فجمعا طريق اللاعب برقويس في الديئة التسعة والتلاتين فوز كبير جدا لأيكس في اول مباراة وخارج ارضها كمان ليفربول فازت على ميلا في مباراة مارسونية مباراة قوية جدا بين الفريقين انتهت بفوز تلاتة اتنين لليفربول احرز هدف ليفربول في كايو في كايو توموري هدف في مرماء بيلعب لميلان طبعا احرز المرماء في الدقيقة تسعة النجب المصري محمد صلاح في الدقيقة تسعة عشر ادري سجل الهدف الاول له في هذه البطولة ده ورقتال اوروبا في هذا الموسم دي تسعة واربعين وهندرسون ادري سجل هدف سلس لليفربول في الدقيقة تسعة وستين هدفين ميلان جم في الديقة ثانين واربعين والديقة اربعة واربعين عن طريق ريبيج وعن طريق ابراهيم ديايز المراهة حقيقي كانت قوية جدا من الفرقين بصراحة ليفربول في شورت الاول بتحت انقست حرفيا ولكن دفاعو من هجمتين بس من الميلان ادر الميلان يسجل هدفين من هجمتين ويعتبر هم هجمتين فست resolver الميلان كان في شورت الاول sansدprion الجمت ومن هدفين لان الدفاع كان فيه مشكلة يعني مش عارف لسه ماخدهش على بعض ولا اي يعني دفان ضيق كان قاعد طبعا على الدكة مكانش بيلعب بس مش عارف في ايه يعني لسه الدفاع ماخدش اوي على بعضه ليفربول الهدف الاول طبعا مجهود فردي من جانب ارنولد طبعا تريند ارشاند ارنولد من جانب اللي هو الباكي مين قدر يسجل الهدف شاطه الكورة قويه جدا بس خبطت في اللعب في ياكايو فبالتالي كورة اتحسبت ان هي هدف في مرمى ولكن ارنولد هو اللي بازل مجهود فيها وكانت المفروض تتسجله بصراحة يعني هو شاطه الكورة يعني كانت داخلة داخلة يعني بصراحة صلاح جات لدربة جزاء في الدكة 14 شطها بصراحة في النص ده يعني شايف ان هي كان في النص يعني يعني نفس الطريقة اللي كان بيشوت بها صلاح كل مرة ضربة الجزاء الحارس ادري يسدها بمجهود قوي بجدا بصراحة ولكن صلاح بعد ضربة الجزاء مضاعت مجهوده زاد جدا في الملعب والكلام ده كان ملاحظ جدا يعني ويدر يسجل هدف الثاني في الدكة 49 السست رائع جدا من فوق المدافعين بتوع ميلا عملها برجله كده بالشمال ويدر يسجل الهدف الثاني اما الهدفين بتوع ميلا زي ما قلت بتاع ابراهيم دياس وريبتش الهدفين كانوا خطأ دفاعي بحث من جانب ليفربول في الدكة 42 ريبتش وفي الدكة 44 ابراهيم دياس طبعا بعد ما حاولوا الدفاع ان هما يسودوا الكورة بتاعة ابراهيم دياس في ديار 44 حتى المدافع نام على الارض ولكن قدر يكملها ابراهيم دياس وسجل هدف الهدف الثالث كورة قوية جدا لهندرسون هي بتوفيق كبير من ربنا اكتر ما هي كانت بمجهوده لان الكورة شطها اول ما جات له شطها جات على يمين الحارس وقدر يسجل هدف الثالث وفاز ليفربول 32 في هذه المباراة القوية قتلتكم مادريد تعادل سلبان امام بورتو 00 كولوب بروش تعادل ام باريس سان جرمان واحد واحد احرى زدف كولوب بروش هانز فناكين في دياس 27 واندري هريرا في دياس 15 احرى زدف الاول اصلا لباريس سان جرمان وكملت المباراة بهذا السوق من باريس سان جرمان لانه ان يتعادل دام كولوب بروش بكل النجوم اللي فيه بصراحة يعني فيه حاجة غلط اصلا كده في باريس يعني ومنشستر سيتي فاز بقوة كبيرة جدا 6-3 على لايبزيك احرز هدف منشستر سيتي اكي في دياس 16 نوردي موكيلي بيلعب للايبزيك احرز زدف المرماة في دياس 28 رياد محرز من ضرب الجزاء في دياس 2 موقت ودر الضعف الشوت الاول جاك غيرلش في دياس 56 جاو كانسيلو في دياس 75 وجابريال خيسوس في دياس 85 اما هدف لايبزيك الثلاثة عن طريق قالها بكريستوفر نكونك احرز ثلاثة اهدف في دياس 42 ودياس 51 ودياس 73 متبعين الكرام كده انتهت مباريات الجولة الاولى بالنسبة للمباريات السابقة في الجولة الاولى انا عارف انت قلت عليك انا عارف والله العظيم والله انا عارف الجولة بدأت امس السلسة 14-19-21-20 ايش بيليات عادل امريد بولس برغ واحد واحد يونجو بيس فاز على منشستر ناتيد اتنين واحد مالمو خسر ام يفينت السفر ثلاثة شيلس فاز على زينة واحد صفر ليل تعادل سلبين ام في فس برغ صفر صفر وفي اريال تعادل ام اطرنت اتنين اتنين دينامو كييف تعادل ام بينفكة صفر صفر برشلونة خسر امام بارد مينخ صفر ثلاثة لانت انتعرف على ترتيب المجموعات سما انتعرف على ترتيب الهدفين وترتيب مجموعات دوري الافطال بعد انتهاء الجولة الالاولى متبعين القرام مانشستر سيتي متصدر المجموعة بتاعتhomme مجموعة A بسلس نقاط باريستانجرمال المركز ثاني بنقطة � ani المركز الثاني مقرر بنقطة علي بزك في مركز الربع الاخير بدون نكاط بعد ما خسر اليوم مجموعة B ليفربول متصدر المجموعة بسلس نقاط بورتوا في المركز الثاني بنقطة أتلة كمادريد المركز الثاني ٓ اوميلا المركز الرابع الاخير بدون نقاط المجموعة C AXX أمستردام في مركز الأول بثلاث نقاط برشت دورت من المركز الثاني بثلاث نقاط مش كتاش المركز الثالث بدون نقاط وهو سبورت انجليش من المركز الرابع الأخير بدون نقاط والمجموعة D شريف فأتي راسبه المركز الأول بثلاث نقاط ريال مدريد مركز الثاني بثلاث نقاط انتر من المركز الثالث بدون نقاط وهو شختار دونيتسك المركز الرابع الأخير بدون نقاط طبعاً، الشريف الاول علشان سجل هدفين أما اليالما دريد سجل هدف واحد مجموعة إي مجموعة الخمسة BYRDMinuch, متصدر للمجموعة بثلاث نكاط منفيك لمركز ثاني بنكتة يديناموكيف المركز الثاني مقرر بنكتة بارشنو المركز الرابع الأخير بدون نكاط والمجموعة إف يونجبوز المركز الاول بثلاث نكاط أتلانتا لمركز ثاني بنكتة فياريال المركز الثاني مقرر بنكتة وانشستر راندد مركز الرابع الأخير بدون نقاط المجموعة G ريد بول سالسبرغ المركز الأول بنقطة إشبليان مركز الأول مكرر بنقطة فالفزبورغ المركز الثالث بنقطة وقليل المركز الثالث مكرر بنقطة المجموعة H في المركز الأول يفونتوس بثلاث نقاط شيلسي في المركز الثاني بثلاث نقاط زينت في المركز الثالث بدون نقاط وملمو المركز الرابع الأخير بدون نقاط كده احنا تكلمنا عن كلنا عن ترتيب المجموعات المتابعين القرام دعونا نتعرف على ترتيب الهدفين المتصدر الهدفين متابعين القرام معكم من الترتيب الهدفين المتصدر بعد الجولة الاولى المتصدر الهدفين الليعب س Southern احرزاراربه هدف اليوم أحرزاربه اليوم مركز ال myślę الم ون اهداف مركز الثاني جيرسوفر نكونكو اللي هو احرزه ذاتهدف النسبة ليبسيك ومركز ثاني مكرر ده ملناش دعوه دلوقتي علشان هو خرج اصلا مركز ثالث بق روبرت الفندفسكي لاعب برن مينخ بهدفين مركز الرابع ارنوت لاعب فياريال اندري هيريرا لاعب ريسونجرمان الفارو مرتا لاعب فونتوس كريستيانو رونالد رعب منشستر رونتد غابريال خيسوس لاعب منشستر سيتي وهانز لاعب كلوب ايفان رعب اشبيلية جواو كانسيل لاعب منشستر سيتي جاك غير ليش لاعب اسأل منشستر سيتي هندرسون لاعب ليفربول محمد صلاح لاعب ليفربول معنو لاعب فياريال ولعب اكوا لاعب منشستر سيتي ايضا بولو ديبالا لاعب فونتوس رمال لقاكو لاعب تشيلسي رياد محرز لاعب منشستر سيتي فرانشيسكو لاعب مشكتاش لوكا لاعب ريت بول سلسبرج ومومو لاعب شريف خلاص كده خلنا نشوف ترتيب صناع الاهداف ترتيب صناع الاهداف متبعين الكرام متصدر صناعة الاهداف لاعب انتوني سانتوس لاعب ايكس امستردام صناع هدفين هو كريستيان ليتي لاعب شريف ومركز ثاني صناع هدف اكتر من لاعب عندنا منهم اسبل كويتا لاعب تشيلسي وأوريجي لاعب ليفربول لفانزاباتا لاعب اتالانتا واللاعب الصناع هدف طبعا ريال مدريد هتليه كفامانجا دول اكتر من لاعب ومتبعين الكرام ودلوقتي حانا وقت الفائزين معنا في نصابك الرياضية بعتذر على طول الفيديو بعتذر لحضراتكم الاستاذ محمود درويش توقع تعادل سلبي قتلتكم مدريد وبرت شكرا لحضراتكم على التوقع الصحيح الاستاذ علي جمال فوز ريال مدريد واحد مقابل صفر شكر لحضراتك على التوقع الصحيح ماں ر Ricky شكرا لحضراتك على التوقع الصحيح فوز ريال مدريد واحد صفر الاستاذ عمرو وزيادة شكر الحضراتك على التوقع الصحيح فوز ليفربول تلات او والاستاذ بلال تلجو فوز ريال واحد صفر شكرا لحضراتك على التوقع الصحيح في الجرعة الكم القديم يعني في حاجات توقعتها كتير بصراحة صحة بأكد لحضراتكم اللي احنا بنختار الإجابات اللي مكتوبة قبل موعد المباراة اللي مش متعدلة وطبعا اللي اتكتبت قبل موعد المباراة كان معكم محمد نور الدين بعتزر حضراتكم على الإطالة الشريدة جدا دي نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته